كمين محكم في حيطة للسلطان غرب رفح جنوب القطاع استهدفة آليات للجيش الإسرائيلي اللواء فيزدويري الخمير العسكري والستراتيجية ينضم إلينا لنعلق على هذا الفيديو والصور تباعاً اللواء دويري واضح استهدف لي أكثر من آلية في هذا الفيديو وبطرق مختلفة تشرحها لنا وأهميتها أيضاً في هذه المنطقة هذه ميركافا؟ هذه اللقطة الأولى وهي دبابة ميركافا يتم تعامل محبا قذيفة 25 سياسين لاحظة الإصابة في البرج نعم إصابة في البرج دائماً في المنطقة الفاصلة لأنه يجب أن تكون في المنطقة الفاصلة والأعلى لأن هذه هي المنطقة القاتلة إذا كانت في الجنبلة هناك في التصفيح واليوران منظب هنا ناقل 113 يتعود إلى ستينيات القرن الماضي هذه أمريكية الصناعة؟ أمريكية الصناعة 113 منتشرة عالمياً لكنها بدأت إسرائيل تستخدمها بعدما ألحقها أضرار في عربة النمر نعم وعربة إيتان لم تظهر كثيراً يعني هناك نقص في عربة النمر بالتالي تلجأ إلى هذه العربة نعم وبالتالي بدأ الزج فيها منذ الشهر الأول هذه اللقطة ثانية هنا يستخدم الحشوة اللاصقة يستخدم الحشوة اللاصقة هذه الحشوة يكون قاعدتها ممغنطة حتى تثبت على الهدف والتفجير عليه بها يعني يكون إما توقيته أو مسيطر طيب يبدو التفجير كبير في هذه الشهر نعم لأن هذه الحشوات يكون أقل شيء فيها ثلاثة إلى خمسة كيلوغرام من المتفجرات من المتفجرات هذا على الشطر كما يقال ترسل إلى الغير صالح للاستفاد من بعض قطعة طيب هذا ثاني كمين البارحة في شارع جورج وهذا الكمين الثاني في هذه المنطقة إلى ماذا يؤشر هذا النشاط يعني الآن إذا ذهبنا باتجاه منطقة رفاح الآن تقريباً أكبرت الثلاثة أشهر وتعمل بها الفرقة 162 وهي فرقة نظامية وليست احتياط بمعنى آخر كفاءت القتالية وتستيحة أعلى ويوجد فيها من قوات النخبة ألوية النحال وغيرها من الألوية ولكن إذا توقفنا عن شارع جورج أو منطقة المخيمات وتحديداً تل السلطان قدم الكثير تل السلطان قدم فيديوهات لكماء مركبة لم نقوى على عدها في النهاية ونفذ عملية إغارة وهي العملية الوحيدة التي كانت عملية إغارة بالمعنى العسكري الدقيق وكانت عملية رائعة جداً وبالتالي تل السلطان يذكرنا في جحر الديك في المرحلة الأولى بالمفهوم العسكري عفواً الكماء هي أكثر ما يقلق جيش الاحتلال في هذه المرحلة؟ هي أحد الوسائل الآن هذه القوات هذه حرب لا متناظرة وبالتالي فارق القوة رهيب جداً ولا يمكن إجراء مقارنة الآن القوات المقاتلة وهي قوات تعتبر شبه نظامية وليست نظامية لأنه ليست جيش نظامي عليها أن توظف الإمكانات المتاحة بالطريقة المثلة من أجل ضمان بقائها لأن القاعدة الرئيسية وتحدث بها كثيراً القوي إذا لم ينتصر فهو مهزوم والضعيف إذا لم يهزم فهو منتصر والآن بعد أكثر من عشر أشهر تقريباً شارفت على انتهاء العشر أشهر 306 أيام 307 أيام لا تزال الفصائل تقاتل وإعادة تأهيل نفسها في البعدين المادي والبشري وهذا ما اعترف به جيش الاحتلال وما تحدث به قبل ذلك أبو عبيدة إذن مجرد القدرة على القتال وخوض المعركة بأسلحة قد تبدو للمراقب بداية لكنها كانت ولا تزال فعالة طيب إصابة هذه الألية وهي 113 هنا الإصابة من أعلى صحيح؟ نعم حسب الصورة الإصابة جاءت من الأعلى كأنها من مكان مرتفع اتجاه الضربة تحصينات هذه ناقلة الجند هذه التسليحة ليس قوية لا تتماثل مع النمر ولا مع إيتان ولا مع دبابة المركبة بالتالي إصابتها ب 105 ربما تكون يعني ضربة قاتلة يعني عندما هذه الآن الأولى كانت في ياسين 105 وهذه كانت بحشوة لاسقة تعتبر حشوة خارقة للدرع وبالتالي لاحظ طبيعة الانفجار هو يعطيك انطباع أو صورة عن حجم الضرر الذي لحق بهذه الآلية لكن لاحظ هذه اللقطة الأخيرة يعني كثير تحدثنا عن لقطات مماثلة من وضع عبوة العمال الفدائي من وضع حشوة الشواف تحت الدبابة في فيديو الأمس كان هناك لقطتين مماثلات وهذه لقطات غير طبيعية يعني أن يخرج المقاتل في ظل ظروف ميدانية صعبة للغاية ويغامر بحياته ويصل ويلصق الحشوة ويفجر الحشوة هذا إنسان يعني نظر نفسه للدفاع عن وطنه وبالتالي أعتقد هذه الثلة من المقاتلين الحديث عن هزيمتهم يعني يمكن الحديث عن القضاء عليهم لكن لا يمكن الحديث عن هزيمتهم ما دام هناك عناصر مقاتلة ما دام الكتال موجود وهنا الأليات تكلفتها عالية جدا يعني مئات ألاف دولارات وربما الملايين يستخدم كتاب القصان حشوات يعني خلينا نأخذ البعد المادي ونأخذ البعد المعنوي والقدرة على القتال وأنا أرفع قيمة البعد المعنوي على البعد المادي الآن الدبابة المركافة تقريبا 6 إلى 6.5 مليون دولار تكلفة اليسين قد لا يرقى إلى مئات الدولارات هذه الحشوة قد لا تكلف مئة دولار يعني الآن عندما تتحدث عن حشوة بتصميم معين تتحدث عن غلاف معدني بسماكة معينة عن كمية متفجرات قد تكون 3 إلى 5 كيلوغرام من المتفجرات يمكن بالأمس المتفجرات من أين حصلوا عليها؟ من أحد الصواري وبالتالي وضعت بالأمس وضعت في عبو عادية يعني كانت تكلفة الحشوة بالأمس قد لا تكون 10 إلى 15 20 دولار في الوضع المثالي ولكنها قدمت الشيء الكبير يعني الانفجار الأول أفضى إلى إصابة أو قتل أربعة والمجموعة الثانية كان هناك إصابة وصورة نقل أو الإخلاق كانت أربعة إذن دعني أقول البعد المادي لا يوجد مقارنة على سبيل المثال هذا تقودني إلى أمر آخر أنه الصواريخ اللي كانت تطلق ولا تزال تطلق هذه الصواريخ كم تكلفتها؟ صواريخ القسام الجيدة اللي مداها يصل إلى تقريبا 70 كيلو متر تكلف حوالي 500 إلى 1000 دولار صاروخ للقبة الحديدية بعض أنواعه 63 ألف دولار لاحظوا النسبة فبالتالي في البعد المادي نعم مكلفة والبعد المعنوي والقيمة من أجل استمرار القتال تعلو على المادي وفي البعد المعنوي في هذه اللقطة المقبلة وهو هذا المقاتل الذي اتجه إلى مؤخرة الناقلة وألصق العبوة العبوة عمياء هذه الألية صحة؟ لا هو تقريبا هذا الاضطراز هذا يوجد فيه فتحات ويوجد إمكانية مراقبة ولكن هناك تعديلات أجريت غير مؤكد أنها شملت بصورة كاملة يعني مثلا معطف الريح اللي موجود على النمر وموجود على الميركافا لم يكن هناك معلومات وقرانا حاولنا نبحث كثيرا هل معطف الريح المنظومة معطف الريح هل هي وضعت على هذه الآلية لكن على الأقل يفترض أن يكون هناك كاميرات مراقبة لتعطي رؤية 360 درجة لكن قد يكون قصر المسافة ما بين نقطة الاختباء والوصول لحظات ويكون عامل رد الفعل حتى في حال تواجد هذه الوسائل عامل الزمن يعمل لصالح من المهاجم وهذا يقودنا تحديدا إلى كيفية التعامل مع عربة النمر عربة إيتان ودبابة الميركافا لو أطلق عليها صاروخ الكورنيت من مدى يزيد عن ثلاثة كيلو متر احتمالية عالية أن يتم إسقاطه لكن عندما نتعامل مع اليسين كم المسافة؟ مئة متر مئة متر الوقت الزمني إذا أخذنا حسبنا سرعة المقذوف كم ثانية تقريبا؟ ثواني معدودة وبالتالي هذا الإطار الزمني لا يسمح لمعطف الريح أن يكون فاعلا وعاملا بصورة جيدة دائما بالمفهوم المعنوي وأنت عسكري عندما لا يشعر الجندي أو الضابط بأنه محمي داخل هذه الألية وأي ألية كانت التي يصنعها يفترض جيش الاحتلال كي يحمي فيها الجنود ما الضرر في المعنويات؟ يعني أقول كأنه يعيش فيه داخل تابوت أو داخل لحد هو يتحرك ذمن كتلة حديدية لا يعرف متى يكون التفجير وبالتالي هو يعيش في حالة رعب حتى في حال خروجه ولنزال نذكر الفيديو الشهير عندما كانوا خرجوا الجنود من الدبابة الميركافة وتجمعوا على الجانب الأيمن لها وتم توجيه المقذوف إلى الجنود الذين بجانب الدبابة فلا هو داخل الدبابة محمي ولا هو خارج الدبابة محمي فيديو لأمس وأنت لاحظته كانت ثلاثة مجموعات مجموعة المتقدمة التي تم التفجير المجموعة الثانية التي أطالها التأثير والمجموعة الثالثة التي كانت عند المبنى علما كانت هناك دبابة قريبة وكانت جانب تعمل كأنهم يقوموا بتحضير موقع موقع من حجم معين لفصيل لسرية ما شابه ذلك إذن هذا يقودني إلى نقطة ما هي الأعداد التي من جنود الاحتلال الذين يعانوا من الأمراض النفسية حسب الإعلام العبري كثر طبعاً كم جندي تحدث أنه يعاني يقوم بالليل مفزوعاً وحتى يتبول على نفسه هناك جندي تحر كي لا يعود إلى الجبهة أيضاً هناك جندي تحر كي لا يعود إلى الجبهة نعم نعم وابتالي هم يعيشوا في حالة رعب هم يعيشوا في حالة رعب